اشتركوا في القناة تريد ان تؤمن تريد ان لا تؤمن هذه قضية ثانية بعد ذلك هذه حرية الاعتقاد التي كفلها لك هذا الكتاب العظيم ولن تجدها في كتب الارض في كثير من الاحيان الان مع قضايا العولمة وانتشار السوق الاقتصادية العالمية الناس بدأت تسأل عن مكان الصنع قبل ان تنظر حتى في البضاء وسماوات وارض امام عينيك لا تسأل من الذي فطرها انتم يا بشر يا ناس ابرد تاريخ جاءتكم دعوة من فاطر السماوات والارض الا تفتحها الا تقرأها يدعوكم اذا الدعوة موجهة بالاسم بالاسم يدعوك للامان وهو الغني الحميد عنك اذا لماذا يدعونا قال ليغفر لكم من ذنوبكم ولماذا ربي يريد ان يغفر لي ببساطة تريد ان تعرف فعلا يحبك خلقك ترجمة نانسي قنقر